تقعد شن السبب محد يدري لا بالمخضر يدري ولا باللحوم يدري ولا المواطن نفسه يدري وأعتقد حتى الحكومة همه تدري وناقش هذا المحور مع رسالة دكتور عبد الرحمن المشهداني خبير الاقتصاد يقولك مساء الورد مساء النور أهلاً سهلاً هياك شكال صعدت الأسعار خلال هال خلال نقولها الأسبوع أسعار السرع الأساسية يعني هو الحقيقة كم مجموعة من العوامل ومن الأسباب اللي تدفع قسم منها عوامل محلية وقسم منها عوامل خارجية أعتقد بهذا الأسبوع العوامل الخارجية هي اللي كانت إلها الغلبة بارتفاع الأسعار أنا ما لعلاقة بالعوامل بعدين أأخذها أريد أعرفش قصادت يعني أنا أعتقد أكثر من 10% بهذا الأسبوع 10% سبوع القبل لا إحنا رح نقيس على مدة سنة يعني هو المشكلة أنت ترغطب تغيير سعر الصرف تبدأ بالضبط من يوم من 1-12-2020 إلى الآن بعض السلع تغيرت يعني هو متوسط التغيير كان بدأ من 25 نضاف ل 10% معدل التضخم هذا على معدل التضخم العام لكن إحنا المشكلة معادلة التضخم تضمن 235 أو 240 سلع المواضنة الاعتيادي تهم منها 20-30 سلع بسواء صعدت أكثر 20-200 أكي أكي قسم منها صعدت 10% 25% وقسم منها صعدت 50% وقسم منها 100% وقسم منها 200% شو من السبب؟ السبب الأساسي أنه سعر الصرف إلى دور أساسي وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً يعني إحنا اليوم هسعد ما نتحدث هسنا كنت أطالع لنشرم للحبوب بفعل الأزمة الأوكرانية والجفاف مواسم الجفاف والحرائق ارتفع من بغضبط من يوم واحد واحد ألفين واثنين وعشرين كان سعر الطن 431 دولار الآن 804 دولار للطن